لا نستطيع أن نحاسب أي أحد شعب العراقي لا يستطيع حساب أي أحد الكتلة السياسية والسياسيين والتيارات لها نفوذ كبير ولا تستطيع أن تحاسب أي شخص حتى نكون واقعيين المجتمع العراقي لم يكن له في يوم من الأيام أي رأي في تشكيل الحكومة كل الحكومات التي أتحل المجتمع العراقي هي مفروضة من الخارج حكومة صدام وحكومة الملك فيصل وكثير من الحكومات الموجودة لم يكن للمجتمع العراقي أي دور في تشكيله وحتى هذه الحكومات التي أتت من بعد عام 2003 هي كانت حكومات وديمقراطية أتت بها الولايات المتحدة الأمريكية فقط للتنويه تشرين تشرين أتت بحكومة الكاظمين هذا يجب أن نعتن به هذه إرادة شعبية واضح واضح ولكن المجتمع العراقي هو يقبل بالأمر الواقع وأنه لا بد أن تكون هناك حكومة هذا مسألة تاريخية وتحتاج إلى تفصيل أنا أتكلم عن الواقع أنه لا نستطيع أن نحاسب أحد نحن نقرأ المشهد فقط أنه بيد الكتل السياسية والحراك السياسي المجتمع العراقي ينتهي دوره من بعد ترشيح النورة ومن ثم يبدأ البرلمان هو تشكيل الحكومة ورسم السياسة للدولة ومن ثم أنضاء كل المسائل هذا هو الأمر هذا هو طبيعة النظام البرلماني أنه التصويت ومن ثم من بعد التصويت يكون الشأن للبرلماني سألتك